أهلا بكم مشاهدين مجددا إلى برنامج الصباح نيوز وفقراتنا المتنوعة متواصلة هذه المرة مع سيهام بن مزيان أهلا بك من جديد محمد أهلا بك من جديد أظن أن الحديث اليوم سيهام بن مزيان في فقرة البيئة حول قمة الأطراف المكافحة للتصحر وما هو المنتظر منها نعم محمد اليوم سنتحدث أو بعد قليل ستنعقد القمة في فقرة البيئة اليوم بعد قليل بعد ساعتين من الآن ستنطلق قمة الأطراف لمكافحة التصحر في دورتها الخامس عشر والتي ستحتضرها العاصمة الاقتصادية الإفوارية أبي جوم لذلك ارتأينا الحديث اليوم عن التصحر والجفاف وأيضا الأراضي المتدهورة باعتبارها من القضايا البيئية الأكثر الحاحة في هذا العصر الأراضي المتدهورة ليست فقط صحراء قحلة أو غابات مطيرة شويهت باقتطاع أشجارها أو مناطق مغطاة بالامتداد الحضاري لكنها تشمل أيضا مناطق خضراء مزروعة بكفافة أو أخرى جردت من الغطاء الطبيعي أو النباتي وبتدهور ربما تتساءل محمد ويتساءل المشاهدون ما هي عواقب هذه الظاهرة تفقد التربة بهذا التدهور الكثير من أنواعها النباتية والحيوانية كما يؤدي هذا التدهور إلى تغييط أنماط هطول الأمطار قلت أنماط هطول الأمطار وتعطيبها على غرار الجفاف والفيضانات وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن 40% من الأراضي عبر العالم تدهورت بسبب الممارسات بشكل غير مسبوخ بسبب الممارسات العشوائية للبشر فأنماط الزراعة الحالية تسببت في تآكل التربة في جميع أنحاء العالم ما أثر على نصف سكان الكرة الأرضية وعلى المنظومة البيئية برمتها وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فايت ستحمل 90% من الأراضي عبر العالم البصمة السلبية للبشر بحلول سنة 2050 وسيشعر معظم سكان العالم بتدهور وبأثار تدهور هذه الأراضي والتي تعود أسبابها إلى عدة أعوامل أبرزها التصحر الذي تفاقم بشكل غير مسبوخ في العقود الأخيرة والأسباب راجعة بحسب العلماء إلى الزراعة غير المستدامة أو زراعة الكثيفة التي تستنزف الأراضي وتفقدها نوعيتها أو تفقدها خصوبتها وكذا الرعي العشوائي الذي يقضي على الغطاء العشبي في ظل نقص التشجير وأيضا قطع الغابات هل لهذا سهام علاقة بالتغيرات المناخية؟ نعم محمد له علاقة كبيرة ووطيدة لأن التربة لو تعلم محمد ويعلم مشاهدين أن التربة لها دور كبير في امتصاص غاز الكربون وتخزينه وإذا استعادت بحسب بعض الإحسائيات إذا استعادت التربة إذا استعدنا هذه الأراضي المتدهورة سيتم تخزين ثلاث مليارات طن من الكربون يعني التربة ستسحب ثلاث مليارات من الطن من الكربون المخزن في الغلاف الجوي وبالتالي ستقلل من الانبعاثات الحالية بنسبة التعشر بالمئة وهذا يعود بالفائدة على البيئة بشكل عام هل لربما هناك أو ماذا عن الجزائر وكيف تتأثر بكل هذا التغيير سنعود إلى هذه النقطة محمد لأنه كما قلت بالنسبة لهذه المشكلة ومشكلة التدهور الأراضي والجفاف وأيضا التصحر هي كلها مشاكل مترابطة كما قلت بعد هذا التصحر يأتي الجفاف وتأتي مشكلة الجفاف لتزيد بسبب شح الأمطار لتزيد من مشكلة التدهور الأراضي والتصحر الذي تشهده العديد من مدن العالم وما حدث الصائفة الماضية من الحرائق في الجزائر تركيا والبرازيل والعديد من المدن عبر العالم دليل أو يثبت صحة هذه الإحصائيات أو صحة هذه التوقعات التي توقعها العديد من العلماء أو من النشطاء البيئيين وأيضا كما قلت يثبت هذا التأثير الكبير لظاهرة الجفاف خاصة في ذل الاحتباس الحراري أظن أن الجزائر عانت من التصحر وتم إقامة السد الأخضر لهذا الغرض من أجل مكافحة التصحر أيضا عانت من الجفاف في السنوات الأخيرة في سنتين الفريطتين واليوم كذلك المغرب تعاني من هذا الأمر والأردن أيضا تعاني من هذا الأمر حتى العراق أيضا العراق مؤخرا أصبحت تشهد حواصف رملية طيلة أيام السنة بسبب ظاهرة الجفاف وأيضا شح الأمطار وبسبب قلة الغطاء النباتي الجزائر محمد كانت سباقة في هذا الإطار وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي لجأت إلى فكرة السد الأخضر كما قلت هذه السد الأخضر على مساح حواصع لأن السحراء تحتل نسبة 80% من مساحة الجزائر وللحفاظ على الأراضي المتوجدة في القسم الشمالي لجأت الجزائر إلى فكرة السد الأخضر لكن مع مرور السنوات وبسبب التغيرات المناخية من شح الأمطار وأيضا نقص شح الأمطار الجفاف وأيضا الحرائق وظاهرة الاحتباس الحراري فقدت الكثير من هذا السد ومن الغطاء النباتي المتوجد في السد الأخضر لكن مؤخرا بادرت الجزائر بخطوات مهمة وجدة وفي استعادة هذا السد بعملية تشجير كبيرة وقررت توسيع السد الأخضر بزيادة قدرها 10% وبدأت بالفعل في تطبيق هذه الاستراتيجية أظن أن الدول المتقدمة هي التي تهتم أكثر كذلك بهذا الجانب مثال الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بهذا الجانب البيئي خاصة فيما تعلق بالتصحر في كاليفورنيا مثلا تم كذلك إقامة العديد من هذه الأمثلة كتشجير وغيرها نعم محمد لأنه الإحصائيات أظهرت أن نسبة الأراضي القاحلة زادت بشكل كبير بالنسبة للدول المطلة على البحر المتوسط والجنوب الإفريقي والساحل الشرقي لأستراليا كما شهدت المناطق شبه القاحلة في مكسيكا والبرازيل التصحر لمدة لا بأس بها من الوقت ويعتبر التصحر والجفاف وتدهور الأراضي حلقات مترابطة فيما بينها يؤثر كل منها على الآخر ولا تقل خطورتها عن تغير المناخ وفقدان تنوع البيولوجي ويؤكد العلماء أنه إذا استمرت الممارسات السبية فإن 9% من الأراضي رطبة ستصبح مناطق جفة وما حدث لبحيرة سوا في العراق محمد يثبت ذلك البحيرة التي استمرت وصمدت وسط الصحراء لسنوات كبيرة واستقبلت العديد من الطيور هي تحتذر اليوم وبالعودة لمؤتمر محمد لمؤتمر التصحر كما قلت نتابع في هذه الأثناء نتابع بعض تفاصيل هذه القمة أو هذه الاتفاقية في سياق التقرير التالي اعتمدت اتفاقية مكافحة التصحر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية أو ما يعرف بقمة الأرض بريودي جانيرو عام 1992 إلى جانبي اتفاقية المناخ والتنوع البيولوجي باعتبار الأرض المناخ والنظم الإيكولوجية هي أساس التوازن البيئي واختلال أحد هذه العناصر يؤثر على الآخر وفقاً لاتفاقية مكافحة التصحر ينعقد مؤتمر الأطراف كل سنة لمعالجة مشكلة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف خاصة في إفريقيا والدول النامية وهي من بين الأهداف التي تعمل الدول الموقعة على الاتفاقية بما فيها الدول المتقدمة باعتبارها سبباً رئيسياً في تدهور البيئي هي استعادة نصف الأراضي المتدهورة البالغة مساحتها ملياري هكتار بحلول سنة الفين واربعين من خلال استرجاع الغطاء النباتي وعمليات التسجير المستدمة القمة المزمع عقدها في أبيجون تأتي في وقت حارج بحسب الأمم المتحدة التي أشارت إلى تأثر مائتين وخمسين مليون شخص بالتصحر مؤكدة أن المشاكل البيئية التي تعانيها الكرة الأرضية من التصحر جفاف، فيضنات، حرائق، الغابات الاحتباس الحراري وغيرها من الظواهر راجعة إلى تغير النظم البيئية الطبيعية بنسبة سبعين بالمئة ومن المحتمل أن ترتفع النسبة إلى تسعين بالمئة في العقود المقبلة ما ينبئ بنهيار المنظومة البيئية برمتها الأرض، الحياة، الإرض، من الندر إلى الازدهار شعار القمة الخامسة عشر لمكافحة التصحر والتي يعول المشاركون فيها على الخروج بحلول جادة لمجابهة أثار الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي خاصة وأن استرجاع الأرض المتدهورة على مستوى العالم يساهم في حبس ثلاثة مليارات طن من الكربون في التربة ما يساهم في تقليل نسبة الانبعاثات الحالية بعشر بالمئة ترجمة نانسي قنقر